المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية وأشارت الهيئة العامة للأحصاء السعودية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية مضيفة أن النمو في قطاع النفط بلغ 20.4% على أساس سنوي في الربع الأول بينما نمت الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي ولفتت الهيئة إلى أن المعطيات الفصلية لا تزال غير مكتملة وذلك بحسب فرنس فينكاتر وبدوره أشار صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الخام كانت عاملاً إيجابياً الغاية للدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% عام 2022 فبعد اندلاع الأزمة الأوكرانية أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف أوبيك بلاس النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو في تأكيد لاستقلالية الرياض وأبوظبي المتزايدة عن حلفتهما واشنطن وكانت قد توقعت وكالة التصنيف فيتش في الشهر الماضي أن تسجل المملكة فائضاً في الموازنة عام 2022 للمرة الأولى منذ عام 2013 ولكنها أضافت أنه رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقصاد فأن اعتماد السعودية على النفط لا يزال مرتفعاً إذ يمثل أكثر من 60% من إجمال إيرادات الموازنة بحسب فرانس 24 ترجمة نانسي قنقر